ما جرى اليوم من افتتاحات رئاسية غير مسبوقة كانت في محافظة أسيوت ربما كان العنوان العريض وافتتاح أكبر محطة لتكرير البنزين في قطاع الصعيد ربما كان أيضا هناك عناوين عريضة لمشروعات الصحة والمستشفيات والتأمين الصحي مشروعات الطرق والكباري والأنفاق أو مشروعات المحاور المرورية والتنموية غير المسبوقة 14 محور موجودين بين كل محور ومحور 25 كيلو ربما كان هناك مجموعة كبيرة من المشروعات في قطاع الإسكان سواء مدن جديدة أو مشروعات بنية تحتية وصرف صحي ومياه مشروعات كثيرة بعناوين كثيرة ربما لم يسع حتى وقت البرنامج لذكر العناوين البسيطة لهذه المشروعات غير المسبوقة في تاريخ الصعيد المصري النهاردة الرئيس ومعه بعض أعضاء الحكومة في محافظة أسيوت والرئيس قال مجموعة من العبارات في خلال مجموعة من المداخلات بمثابة أحجار بيلقيها الرئيس في بحيرات راكدة فتتحول هذه البحيرات الراكدة إلى أمواج ومن ثم حالة فكرية حالة نقاشية نقاش مجتمع حول الكثير من الألفات التي كان مسكوت عنها النهاردة الرئيس كعادته بيتكلم وبيتحدث من القلب الرئيس بيتكلم بيكلم شعب مصر الرئيس بيقول أنه هذه الافتتاحات ممكن نفتتح بعض المشروعات وننبسط ونفرح مع بعض وخلاص لكن الرئيس بيتخذ من هذه المناسبات فرصة لدق جرس الصحيان للناس استنهاض همم الناس وفي نفس التوقيت تحذير الناس من مخاطر بيراها بعينه على مسافات استراتيجية مستقبلية كل مناسبة الرئيس عندما يتناول الحديث والتعليق لا يقصد أبداً أنه يفسد فرح الفرحين بالمشروعات قبل كده الرئيس قال المفروض أبقى في يوم زي ده إحنا بنعمل شغل وبننتج وبننجز شغل كويس جداً طيب أنت زعلان ليه؟ طيب أنت بتتكلم الرئيس قال أنه لأنه أنا عدتي ما ببصش على اللي تم إنجازه ما ببصش على اللي خلص أنا دايماً ببص على لسه مخلصش أنا شايف دايماً التحديات رغم أنه بنحول التحديات لفرص إلا أني ما زال عيني كرئيس دولة على التحديات، على المخاطر، على التهديدات كل ما أنجزنا وخلصنا شيء أنا بنساه ما ببصلوش خلاص أنا ببص على اللي باقي لا أنظر على اللي تم لا أنظر على اللي ناقص ما بهتمش كتير بالحاجات اللي خلاص استخدمت والناس انبصت بها سواء طرق ولا مشروعات ولا زراعات ولا صناعات ولا غيره لا لا خلاص أنا ببص على اللي جاي إيه اللي ناقص؟ ده كان النهاردة ملمح من ملامح استراتيجية تفكير الرئيس وهو بيفص عنها من خلال أحاديته ومن خلال مدخلاته يبقى الرئيس وده مش القصة الأساسية أنا أبحث فيه فلسفة تفكير الرئيس لأ أنا بقول إنه كلنا المفروض نبقى كده كلنا المفروض نبص قدامنا ونستشف في المستقبل ونتخطى حواجز اللحظة الرهنة ما أنجزناه خلاص أصبح تاريخ أنا أخدت شهادات معينة معلقها على الحائط خلاص مش هوقف عندها كتير ما تم قد تم ما جرى قد جرى ما أنجز قد أنجز المهم في هذه اللحظة أنظر إلى الأمام ما لم يتم إنجازه ليه ما تمش إنجازه متى يتم إنجازه لذلك تجد الرئيس دائما في حالة جدية الرئيس دائما في حالة جدية وتكلم على الحكومة إنه الحكومة دائما الرئيس بيواجه وبيتابع وبيحاسب وبيبقى عنيف جدا جدا نسات الرئيس في متابعة الحاجات اللي متأخرة لأن دولة عايزين نحافظ عليها الرئيس بيقول إنه أنا ببص للي مخلصش ببص للي مخلصش